بونجو النهاردة ان شاء الله الفيديو لتاني اعداد لغات منهج بيانفنو هنشرح في قاعدة الضمائر الشخصية دي اخر واحدة في يعني الوحدة التالتة اخر واحدة في الترم الاول تابعونا وارجعنا لكم مرة تانية قبل من نبدأ في اي حاجة متنسوش تعملونا لايك للفيديو واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل علامة الجرس واختروا منها كلمة الكل عشان دايما نجيلكوا اشعار بكل جديد بعملو يلا بقى هنبدأ في الفيديو بتاعنا على طول يلا بينا زي ما قلنا نهاردة هنتكلم عن قاعدة اللي هي الضمائر الشخصية اول حاجة لازم نعرفها هي ان ايه ان الضمائر الشخصية دي بتحل محل مفعول مباشر تحل محل ايه مفعول مباشر المفعول المباشر ده يكون مصبوك بايه ياما اداة معرفة فاكرين اداة الادوات المعرفة اللي هي ل لا الا باستخاف لي تمام ياما صفة اشارة اللي هي س ست سي صفة ياما صفة ملكية اللي هي من مامي تان تاتي سان سا سي او اسم عالم تمام دي اول حاجة لازم نعرفها النهاردة تعالوا ناخد اه اجزامبل كده عشان نفهم اكتر لما اقول جو بخان لوليفغ جو بخان لوليفغ يعني انا اخصت الكتاب تمام طيب اه هنا هنلاحظ ان لوليفغ ده ايه ده اسم ايه مفرد مزكر مش كده بردو طيب ما دام اسم مفرد مزكر يبقى هنحل محله بايه تمام فتبقى معناها اقول اقولها ازاي بقى حتى بالعرب بي اقول انا اخصتوه بدل ما اقول انا اخصت الكتاب لانا انا اقولش الكتاب بقى اقول انا اخصته الهاء دي عائده على الكتاب فهنقولها ازاي بقى هنقول جو انا اخسته تمام طيب يبقى هنا احنا اخدنا ل عشان هنا ايه اسم مفرد مذكر فحلينا محله بايه بل طيب لو مثلا اجزامبل تاني ماقول الميسا شميز يعني هو ارتدى قميصه تمام برضو بدل ما اقول قميصه انا عايزة اقول هو ايه ارتداه يعني لبسه تمام الهاء دي هنقولها ازاي بقى نقف كده وقفها يعني ثواني كده هو ساشميز دي الكلمة دي مؤنس تمام فاذا يبقى هنحلم حلها بضمير الشخصية لا تمام عشان مؤنس فهنقول اللامي يعني هو ارتداه او لبسه تمام طيب ايه اكزامبل كمان لما اقول جوفا جوفا سامي ايه منا جوفا سامي ايه منا انا رأيت سامي ومنا انا عايزة اقول بقى ايه انا شفتهم او انا رأيتهم تمام يبقى هنا هنحل محله بضمير شخصي ايه بقى هيبقى ليه عشان هنا سامي ومنا دول جمع فاذا هنحل محلهم بايه ليه يبقى هنقول جوليفا جوليفا انا رأيتهم تمام من خلال الامثالة اللي احنا اخدناها دلوقتي هنلاحظ حاجة مهمة جدا ان الضمير الشخصي ده مكانه ان احنا حطيناه فين قبل الفعل تمام يعني حطينا للضمير الشخصي ده قبل الفعل يبقى اذا مكان الضمير الشخصي يحفظه كده ان هو قبل الفعل تمام لما اقول اكزامبل تاني كمان لما اقول جوفا جعد لفيلم انا شاهدت لايه الفيلم يبقى انا عايزة اقول ايه انا شاهدته تمام الهاء دي قلنا يبقى ايه ضمير شخصي يبقى هنحل محلها بضمير شخصي نشوف ايه ضمير الشخصي هنا المناسب هو هنا جواد لفيلم اللي يبقى هنا الضمير الشخصي هو لعشان هنا احنا قلنا لبيحل محل اسم ايه مفرد مذكر فهنا طيب نقف با احنا عرفنا هنا هناخد لنعمل ايه اللي دي هنحطه فين قبل الفعل فهنقول جولو غو جارد جولو غو جارد انا شاهدته تمام طيب لو حبى انفي اخر اكزامبل اللي احنا خدناه هو جولو غو جارد انا شاهدته تمام طيب انا حبى هنا انفيها تمام انا لم اشاهده هنعمل هنا ايه هنا احنا موجود هنا هو اللي هي ضمير المفعول وهو جارد اللي هو الفعل يبقى هنحط الاتنين دول هما اللي بين النو والبا يبقى لما بنيجي ننفي الضمائر الشخصية بنحط النو والبا ما بين ايه نحطهما بين ضمير ضمير المفعول والفعل يبقى جونو لغو جارد با جونو لغو جارد با تمام في ملحوظة كمان مهمة جدا جدا وهي ان لو جالي فعل احنا عارفين القاعدة اللي هي ايه دايما ان فعل متصرف ان بيجي بعضه الفعل في المصدر احنا كنا اخدناها كتير قبل كده اي فعل مصرف بيجي بعضه الفعل في المصدر طيب لو جاب لي جملة مثلا زي ايه يعني هو سوف يصلح ال ايه الراديو هنا بقى هعمل ايه اول حاجة هنا هنشوف ايه ضمير الشخصي المناسب ده اول حاجة نفكر فيها هو هنا لا غاديو يبقى ضمير الشخصي هيبقى لا تمام عشان هنا ايه اسم ايه مفرد مؤنس فهنا ضمير الشخصي هيبقى لا طيب نشوف كده احنا قلنا دايما بنحط الضمير الشخصي قبل الفعل طيب انا هنا جمق قدامي فعل مصرف وبعده فعل في المصدر يبقى هنا هحط الضمير الشخصي فين نخلي بالنا قوي يبقى هنا هنحطه قبل الفعل اللي هو الايه اللي في المصدر تمام بقى هنحطه هنا في الحالات في الحالة دي هنحطه قبل الفعل اللي في المصدر يعني هنقول الفا لا غيباغي. الفا هو سوف لا غيباغي يصلحه. تمام? طيب اخر اخذناه برضو دلوقتي اللي هو اي اللي احنا حلناه بقى? اللي هو الفا لا غيباغي هو سوف يصلحه. تمام? لو حبيتا في الجملة دي بقى هعمل ايه في الحالة دي? خلي بالنا او نركز في النقطة دي. هنقول يعني احنا عملنا هنا ايه? الفا اللي هو مصرف. تمام? هو اللي حطيناه ما بين الن والبا. تمام? ما نجدعو بقى بالفا اللي في المصدر. لا احنا الفا اللي هو المصرف اللي هو في الاول ده. اللي هو الفا لا غيباغي. فا ده هو اللي هنحطه ما بين الن والبا. يبقى نقطة كمان مهمة جدا جدا. وهي زمن الماضي المركب. احنا شرحناه المرة اللي فاتت. في الفيديو اللي فات. ارجعولو. احنا هنالمره دي بقى هنعمل ايه? لو حب احط ضمير شخصي. والجملة دي يعني محطوطة في زمن الايه? الماضي المركب. يعني اجزامف لما اقول جالي سجورنال. جالي سجورنال. جالي يعني انا قرأت هزا الجورنال يعني الجريدة. قرأت هزي الجريدة. تمام? فانا هنا انا عايز اقول ايه? انا قرأته. تمام? هنعملها ازاي بقى? نشوف برضو. اول حاجة تيجي في بالنا دايما بقرر اهو عشان تعرف طريقة الحل. اه اول حاجة يعني ما تنطلغبطش بقى ولا اي حاجة. لأ. احنا شفنا هنا جالي سجورنال. يبقى عيننا هتيجي على سجورنال. هنحط مكانه ضمير شخصي ايه هنا? هنا ايه? س. يعني هناك كلمة دي مذكر. يبقى هنا الضمير الشخصي هو ل. تمام? يبقى دي اول حاجة عرفناها ل. نحطها كده في دماغنا ان هي ل. طيب يبقى هشوف بقى هحط الضمير الشخصي ده فين في الجملة دي. وهنا جالي جالي سجورنال. يبقى هنا هنحط الضمير الشخصي في الحالة دي قبل الفعل المساعد. الفعل المساعد هنا اللي هو ايه هنا افاغ اللي هو ايه جي. تمام? يبقى ايه دي الفعل المساعد في الحالة دي هنحط الضمير الشخصي قبلها. فهتبقى جولي لو. جولي لو. يعني انا قرأته. تمام? لو حبينا ننفي الجملة اللي هي جولي لو اللي احنا لسه الينا حالا. اه بنعمل ايه? ان احنا بنحط الايه الضمير الشخصي اللي هو اللي قدامنا ده. وايه اللي هو الفعل المساعد ايه اللي قدامنا دي. بنحط الاتنين دول ما بين الن والبا. يبقى جولي با لي. تمام? اخر نقطة معنا النهاردة وهي اه فاكرين زمن الماضي المركب. شرحناه في فيديو اه اللي قبل ده او اللي قبله تقريبا يعني. وشرحناه بطريقة جميلة جدا. والحمد لله عجبت ناس كتير. ارجعوا للفيديو وشوفوه وبعدين شوفوا بقى الفيديو ده عشانتوا بمماشيين بالترتيب. المهمة هنا الجزء الخاص بالماضي المركب. ان احنا بنقول ايه? اه ان فيه تبعية مع فغب افواغ. تمام? فيه تبعية. بنضيف تبعية اللي هي ايه? اه واس. اه اس مع ضمائر المفعول المباشر فقط اللي هي ايه? لا ولي. يعني ايه? مش فاهمين حاجة من الكلام ده. ناخد اجزامبل عشان نفهم اكتر. لما اقول مثلا اه مونامي جولي فيو. مونامي صديقاتي نخلي بالنا فيه حرف ال ا يعني هنا مفرد مؤنس. جولي فيو انا رأيتها. هنا فيو الفعل اضفنا له تبعية ا. حرف ال ا. ليه بقى? لان هنا عائد على ايه? حرف ال ا هنا عشان اه هنا ايه مفرد مؤنس. احنا قلنا ايه مونامي صديقاتي. تمام? يعني رأيتها. تمام? يبقى ال ا دي عايدة على ايه? على مونامي. طيب ما اقول اجزامبل تاني يبقى في الحالة دي. لو مفرد مؤنس هنضيف التبعية ايه? ا. طيب اجزامبل التاني ما اقول ميزامي جوليزي فيو. ميزامي اصدقائي يعني هنا جمع مزكر. تمام? جوليزي فيو. انا رأيتهم. هنا فيو. ضفنا لها الفعل هنا ضفنا له حرف الاس. ليه حرف الاس? لان هنا ميزامي الكلمة دي ايه جمع مزكر. فبالتالي التبعية هتبقى اس. اخر حاجة ميزامي جوليزي فيو. اه ميزامي هنا صديقاتي جوليزي فيو. انا رأيتهم. طيب هنا بقى اه هنا فيو. اه اللي هو رأيتهم الفعل. اه هنا اه التبعية ضفنا لها ايه اس. ليه هنا اس? لان ميزامي زي ما قلنا ان هي جمع مؤنس. فبالتالي التبعية في الجمع المؤنس بتبقى اس. يبقى الخلاصة كده في موضوع التبعية. ان اه لو جلنا مفرد مؤنس بنضيف التبعية ا اه. اه اللي لو كان جمع مزكر بنضيف التبعية اس. لو جمع مؤنس يبقى اس. تمام? وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة. لو استفدتم من الفيديو اه اعملوا لنا بقى لايك للفيديو. وشير يعني شير كتير عشان قناة تكبر بيكم. و اللي ما اشتركش في القناة يشتركوا يفعل علامة الجرس واختروا منها كلمة الكل عشان دايما نجيلكوا اشهر بكل جديد بعملوا ونضملوا الجروب بتاعنا على الفيسبوك. وفي الاخر اقول لكم جوفوا مرسي دواتك اتنسيون ومارسي داورو جاردي ما فيديو. باي باي.